أدانت الحكومة جريمة استهداف ميليشيا إيران الحوثية محطة وقود في منطقة جعدر شمال مديرية حريب بمحافظة مارب وذلك بصاروخ باليستي إيراني الصنع أسفر عن مقتل أربعة من عمال المحطة والمواطنين وإصابة خمسة آخرين واحتراق عدد من السيارات وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإيراني إن هذه الجريمة النكرى تمثل امتدادا لأعمال القتل الممنهج الذي تمارسه الميليشيا الحوثية لحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة باستخدام الأسلحة الإيرانية المهربة من صواريخ باليسية وطائرات مسيرة راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة الجريمة وكل جرائم القتل التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين وإعادة إدراجها في قوائم الإرهاب وملاحقة ومحاكمة قياداتها في محكمة الجناية الدولية باعتبارهم مجرم حرب ترجمة نانسي قنقر